اهلا بحضراتكم من جديد اللي ساند فيها الرياضة المصرية وخاصة طبعا تايكوندو لعبته طبعا المراسم حضرها طبعا السيد الدكتور أشف صبحي وزير الشباب الرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد دولة كورتالياد وسفير دولة كوريا الجنوبية في مصر وعدد كبير من رؤساء الأندية والاتحادات وطبعا شهدت كلمات لمحمد نجل اللواء احمد الفولي والدكتور عمر سليم رئيس اتحاد تايكوندو الحالي وكمان المستشار محمد المرداش رئيس نادي الزهور وسفير كوريا الجنوبية ومعهم طبعا كلمة كانت اللواء حسن الألف وزير الداخلية الأسبق والدكتور ناديا صبحي سكتير عمر الاتحاد الأفريكي راح مرة طبعا الراحل العظيم اللواء احمد الفولي ويا رب يرحمه ان شاء الله ويصبر أسرته